اهلا بكم من جديد عشرون عاما مرت على غزو العراق للكويت ولا تزال دول المنطقة تعاني تداعيات هذا الاحتلال بدءا من الوجود المباشر للقوات العسكرية الأجنبية مرورا بتوسيع فجوة الخلافات العربية العربية ثم اضطرار الدول العربية إلى الموافقة على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام والسماح لإسرائيل باستفراد الأطراف العربية بمفاوضات منفصلة وصولا إلى اتفاقات أوسلا وما تلاها في وادي عربة مع الأردن إلى احتلال أفغانستان ثم العراق وغيرها الكثير من التداعيات والسؤال هو هل لا يزال مسلسل تداعيات هذا الاحتلال متواصلا أم إنما نشهده وآخر حلقات هذه التداعيات وهل يمكن لدول المنطقة الحد من الأثار السلبية لهذه التداعيات وكيف لا تترك العراق للذئاب عبارة وجهها نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز من سجنه إلى الرئيس الأمريكي تلخص معظم التداعيات الدولية والإقليمية التي جاء بها الغزو العراقي للكويت مطلع أغسطس عام 1990 عزيز الذي نبه رئيسه صدام حسين حينها بأن دخول الكويت سيدفع واشنطن لاحتلال للعراق الذي وقع في العام 2003 لم يتحدث عن التداعيات الأخرى التي سبقت هذا الاحتلال والتي بدأت بالظهور على مسار عملية السلام في الشرق الأوسط والمفاوضات العربية الإسرائيلية لكنه لم حي إلى المطامع الإيرانية الإقليمية من بوابة العراق وقد ساهم قرار صدام حسين باحتلال الكويت بغض النظر عن كونه قرارا عراقيا أو طوريطا للعراق في تثبيت التواجد العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة ووضع اليد على مصادر الطاقة فيها وسهل قرار احتلال العراق عام 2003 وكذلك إضعاف الموقف العربي التفاوضي في عملية السلام وعقد مؤتمر مدريد ومفاوضات واتفاقيات منفردة مع تل أبيب التي كانت ترى في العراق خطر استراتيجيا عربيا على وجودها ولعل أخطر التداعيات التي أنتجه الاحتلال العراقي للكويت أن أطلق العنان لطموحات إيران في التمدد إقليميا من البوابة العراقية واعتماد سياسة ملء الفراغ ومنازعة دول إقليمية ذات أدوار تاريخية نفوذة وتحدي إرادة المجتمع الدولي لإجباره على التفاوض معها والاعتراف بدورها الإقليمي حسن فحص العربية ومعنا من عمان سلطان حطاب الكاتب الصحفي ومن بغداد محمود عثمان القياد في الاتلاف الكردستاني ومن الكويت صالح السعيدي الكاتب الصحفي أهلا بكما وأبدأ مع ضيفي من الكويت أولا سيد صالح السعيدي هل ما ذكرناه في المقدمة وما ذكرناه في التقرير وما يراه الكثير من المراقبين والمتابعين لشؤون المنطقة بشكل عام هل نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن كل ما حدث ويحدث هو من تداعيات غزو العراق للكويت لا لا طبعا بالتأكيد هو قول كأصابة كبد الحقيقة الغزو العراقي للكويت هو النقطة التي تأسث عليها كل التفاعلات السياسية والاستراتيجية التي تلت ذلك الحدث الجلل وكانت تأثيراتها عميقة جدا ليس فقط في خلق عداوة تاريخية بين الشعبين وهذا لأول مرة بين الشعوب العربية بل لأنه أسقط القوة العربية أو النظام الإقليمي العربي وفتح المجال لتدخلات الأجنبية والإقليمية لم يعود الوضع قاصلا على تدخل قول كبرى مثل الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة بل سمح ضعف العراق وسقوط العراق وغزو العراق للكويت إلى قوى إقليمية مثل إيران وتركيا أن تدخل وتستغل هذا الفراغ وتتنال من حصة أو رصيد دول كبيرة لها كان قوة فاعلة في المنطقة والتالي فإن تداعيات الغزو العراق للكويت لم تكن غاصرة على البلدين فقط بل أصابت المنطقة العربية كلها وأسقطت كثير من الحسابات العربية وأدت إلى إضعاف الموقف العربي طيلة هذه السنين وتضع ضع الموقف العربي أمام القضية المركزية وهي قضية فلسطينية وبالتالي لم يعد هناك قوة عربية ولم يعد هناك جهد عربي مشترك وبالتالي تحلحل الانظام القليمي العربي سيد محمود عثمان ضيفي من بغداد هل السبب هو أن لم يعد هناك كلمة عربية واحدة ولا نظام عربي مشترك بسبب عملية الغزو هذه أصلا يعني عدم لا تأتمن الأطراف العربية بعضها البعض أم بسبب هذه التداعيات كلها بسبب تواجد القوات الأمريكية في المنطقة وما يترتب على هذا التواجد من الانظام قد تريد أخذصها مستخدمة إلى الأشخاص